أهلا بكم كل متابع الكرام في الفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم على فنانة سموها شريرة السلمة المصرية هنعرف النهاردة أسرار كتير جدا عن زوزو شكيب وإحنا عارفينها طبعا إن هي شفيقة الفنانة الرحلة ميمي شكيب واتكلمنا عن ميمي شكيب في حلقات قبل كده وزي ما هنتكلم النهاردة عن زوزو شكيب بس قبل ما نبدأ وزي ما احنا ما متعودين هنعرف النهاردة أسرار كتير جدا في حياتها بس قبل ما نبدأ لازم ندعم الفيديو بلايك وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد وحصري من القناة الفنانة زوزو شكيب هي من أشهر الفنانات اللي كانت بتطقن عمل الشرير أو الدور الشرير في الأعمال الفنية اللي كانت بتقوم بيها وطبعا كان فيه أسرار كتير جدا في حياتها زي إزاي دخلت أسر الملك فاروق وإيه اللي حصل وهنعرف ليه كانت بتمشي وراء الدجالين والمشعوزين وإيه اللي كان مخوف الفنانة زوزو شكيب من الجواز هنعرف تفاصيل كتير جدا والأول مرة هنعرضها مع بعض وهنتكلم عن حياتها داخل الفن وخارج الفن كمان بس زي ما احنا متعودين لو ما دوسناش لايك يريد تدعموني بلايك الفنانة زوزو شكيب كانت من الفنانات اللي كانت بتؤمن بالسحر والشعوزة والدجل وكانت بترفض الزواج دايما وقبل ما أحكي لكم التفاصيل الفنانة زوزو شكيب هي اسمها الحقيقي زينب شكيب القب بيشتغل مأمور باسم عبدين وهي الشقيقة الكبرى للفنانة ميم شكيب وهي طبعا من القسر الراقية في مصر وكانت بتمتلك ثقافة عالية جدا لأنها كانت بتتقن خمس لغات وده اللي دفع الفنان سليمان نجيب النور الشحة لدخول الأصر الملكي للملك فاروق واختروها للملكة النزلي أم الملك فاروق لتكون أحد وصفتها واشتغلت زوزو شكيب بالأصر لفترة طويلة جدا وده اللي عطلها عن شغلها في عالم الفن ومشوارها الفني وكانت بتضطر أنها تعتزل كتير جدا عن الأعمال الفنية اللي كانت بتتقدم لها لأنها كانت مرتبطة بالأصر وكانت بتعلم الأميرات كمان اللغات اللي كانت بتتقنها الخمس لغات زي اللغة الإيطالية والألمانية والفريسية والإنجليزية وكمان العربية تعالوا بينا أقول لكم بقى هي كانت بتخاف من إيه؟ كانت زوزو شكيب من النوع إيه لها بتخاف من العفاريت والجن كمان وكانت بتعتقد أن جسمها محل اجتماع العفاريت في جسمها وكانت طبعا بتخاف منهم جدا وكانت بتقول أنها لابسها جنسيات مختلفة منهم السوداني والتركي وكانت بتعتقد وبتؤمن بالحاجات دي دايما وكانت الفنانة زوزو شكيب لما كانت مؤمنة بالحاجات دي كانت بتتم في كل أموالها وكل ممتلكاتها علشان تعمل حلقات الزر عشان تتخلص من العفاريت اللي في جسمها وكانت الحلقة الوحدة للذكر أو الحلقات اللي كانوا بيعملوها عشان يخرجوا من جسمها العفاريت كانت الحلقة الوحدة كانت بتتكلف 250 جنيه وطبعا دا كان مبلغ رهيب في الوقت دا ودفعت كل فلوسها للدجل على الدجل والشعوزة وكل دا كانت بترفض كمان لأن معتقدة أن كانت تقال لها أن لو اتزوجت كانت طبعا هتموت عشان كده كانت بترفض الزواج وتقدم لها أشهر أطباء أوروبا لكن كانت بترفضهم واللي كان بيحب يرتبط بيها كانت على طول بترفضه لأنها بتقول إنها لو اتزوجت هتموت وفي حديث كان للفنانة ميمي شكيب والحديث دا كان قديم جدا وقالت في حوارها أن في بداية حياتها الفنية هي قوي زوزو شكيب وقالت إن زوزو شكيب بدأت حياتها الفنية بعد معدة 16 سنة وكانت في بداية مشوارها الفني ولما انضمت لفرقة أنصار التمثيل وكانت الفرقة بترحب بالهواء والناس الجداد وأكدت إن زوزو شكيب عجادت إن هي تمثل مشهد في الوقت دا والكل أعجب بيها ونالت إعجاب الجميع لكن طبعا بسبب وجودها في أصر الملك فاروق طبعا دا اللي عطل عليها حاجات كتير جدا داخل مشوارها الفنية أما الأعمال الفنية اللي قامت بيها وكانت أعمال فنية فعلا مميزة كانت أحمر شفايف وأبو حلموس وقلبي دليلي وفاطمة وشنبو في المصيادة ومطاردة غرامية وعدد كبير جدا من الأعمال الفنية اللي نجحت للفنانة زوزو شكيب أما قصة حرمانها من المراس فتوفى والدها بدري وهو اللي أثر فيها وأثر كمان في أسرتها من الناحية المادية والمعنوية ولما دخلت والدتها في صراع مع أسرة والدها علشان المراس وقاموا بحرمان الأسرة بأكمالها من المراس وكمان اتنازلت الأسرة عن حقهم في مراس أبيهم وعشان كده اتحرمت الفنانة ميمي شكيب وكمان زوزو شكيب من المراس مراس والدهم تعالوا بينا نتكلم عن القضية الشهيرة اللي أسرت في الفنانة زوزو شكيب وهي القضية اللي اتهمت فيها الفنانة ميمي شكيب شققتها القضية اللي كان لها الصيد يتسمع لمدة طويلة جدا واتقال إنها قضية سموها القضية دي قضية الرقيق الأبيض وكانت متهمة فيها الفنانة ميمي شكيب ودي قصرت جدا بالسلب على زوزو شكيب وبعدتها عن الأضواء وكمان قدت إلى ابتعدها تماما ودخلت في حالة نفسية سيئة جدا وبعدها دخلت مصحة نفسية بسبب القضية اللي اتهمت فيها شقيقتها وفضلت فترة لحد ما خرجت من الحالة النفسية دي ولو اتكلمنا دلوقتي عن رحيل الفنانة زوزو شكيب فرحلت الفنانة القديرة عن عالمنا في 14 سبتمبر عام 1978 ورحلت عن عمر يناهز 69 عام أثناء مشاركتها في بروفات مصرحية والمصرحية دي كان اسمها إنها حقا عائلة محترمة وهو الدور اللي حلت محلها في الفنانة القديرة أمينة رزق ورحلت عن عالمنا وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي تكلمنا فيها عن أصرار كتير جدا في حياة الفنانة زوزو شكيب وطبعا احنا تكلمنا عن نقميم شكيب قبل كده ولو حابين نتكلم ونقول إضافات عن ميم شكيب وعن حياتها إن شاء الله هم طيف حاجات كتير جدا في حلقة مميزة عن الفنانة ميم شكيب وبكده تكون خلصت حلقتنا ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركنوش وياريت نفعل الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد وحصري من القناة وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو تقولوا لي مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معنا الحلقة اللي جاية أما بالنسبة لدعمكم للقناة فأنا بشكر حقدراتكم جدا على دعمكم المستمر لنا جزاكم الله عنا كل خير وكمان تعليقاتكم الجميلة اللي بتساعدني دايما بشكر حضراتكم شكرا جزيلا